السلام عليكم يا رب تكونوا جميعا بخير وأهلا بكم في فيديو جديد النهاردة معنا قصة الفنانة مها صبري اللي تزوجت أحد أعوان المشير عبد الحكيم عامر وأفسدتها السياسة وأعدتها إلى عالم الفن مرة أخرى أم كلسوم وقتلها الدجل بالزئبق الأحمر مها صبري اسمها الحقيقي زكية فوزي محمود واختار اسمها الفنان الراحل عبد السلام النبولسي اتولدت في سنة 1932 في 22 مايو بحي باب الشعرية اكتشفتها المنتجة الراحلة ماري كويني سنة 1959 لما قدمتها في دور صغير مع رشد أبوزة وقدمها الفنان محمد فوزي في البرنامج الشهير البيانو الأبيض وكانت أول أغنياتها اللي حبيتها كل بنات العالم العربي متزوئين يا ماما ومن أهم أعمالها بين الأصرين وفي حياة مها صبري سلاس زيجات مها صبري لديها بنتان فاتن ونجوة ومن أشهر زيجاتها علي شفيق أحد رجال المشير عبد الحكيم عامر وده كان في فترة حكم جمال عبد الناصر وكان شرط علي شفيق إن هو لو اتجاوزها إن هي تعتزل الغناء تماما وبعد ما انقلب جمال عبد الناصر على المشير عبد الحكيم عامر وأطلق عليه النار بسبب اتهامه بالخيانة طارت كل رجاله ومن ضمنهم علي شفيق زوج مها صبري ساعتها ما عرفتش ترجع أبدا للساحة الفنية لكن تدخلت أم كلسوم عشان ترجعها للساحة الفنية مرة تانية وده تحديدا كان سنة 88 السنة دي كانت بداية رحلة مرض مها صبري لما أصيبت بقرحة جديدة في المعدة والكبد وبدأت للأسف تطرق أبواب الدجالين اللي نصحوها بتناول الزئبق الأحمر والزئبق الأحمر مادة خطيرة جدا بيستعملها الدجالين في إحضار الجن والشياطين عيازا بالله وبعد تناولها للمادة السامة دي راحت في غيبوبة لمدة أيام وانتقلت إلى رحمة الله مها صبري في 16 ديسمبر سنة 1989 عن عمر يناهز 57 سنة وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدها برحمته وأن يرحم كل إنسان لم يلهمه القدر للاقتراب من الله سبحانه وتعالى حبيبي يا الله فأنت قادر رحمن تغفر لمن تشاء وتعزب من تشاء سبحانك ولا تنس أن أعظم شيء بيندم عليه الإنسان يمدخ القبره لحظة لم يذكر الله فيها سبحان الله وبحمده ألف شكر لكم